سنوشيعة هذا الوطن بالبيعة ثلاثة شهور وثورة تشرين في تصعيد مستمر حتى باتت التظاهرات رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو إخماده أو السكوت على متطلباته وصل الصوت العراقي إلى أرويقة المجتمع الدولي وأصبحت المطالب واضحة للعالم الشعب يريد إسقاط النظام إسقاط النظام بجميع رموزه وكتله السياسية لكن ماذا عن هذه الكتل؟ هل استوعبت المطالب أم سمعتها وتجاهلتها؟ المنظومة السياسية اعترفت بوجود الحراك الشعبي لكنها مصرة على تحويره إلى احتجاجات من أجل الإصلاح رغم يقينها أن الفساد قد تجذر بها ولا يمكن إصلاحه ومن أجل ذلك ظلت تعيد الاصطوانة ذاتها كلما استجد جديد إعادة تدوير العملية السياسية وتعديل بعض قواعدها كتعديل قانون الانتخابات وتقديم مرشحين جدد خلفا لعادل عبد المهدي آخر طرق الأحزاب والكتل للالتفاف على مطالب الثورة هذا الالتفاف لا يعني بالضرورة الرضوخ لمطالب الثوار بقدر ما هو تلميع سياسي ومحاولة ترقيع أمام الرأي العام خوفا من تصعيد دولي اتجاه النظام السياسي في بغداد بعد أن أوغلب الدم ولم يعد بالإمكان التغاضي عن جرائمه مقابل سلمية الثوار الذين يتعرضون لأعثى آلات القمع والاستبدال ما حققته الثورة حتى الآن هي أنها أسقطت الورقة الطائفية التي كان السياسيون يستثمرونها للبقاء في السلطة كما أنها حطمت في نفوس العراقيين حاجز الخوف إضافة إلى أنها ولدت نتيجة وعي سياسي وثقافي شعبي أدرك خطورة المشروع الإيراني في العراق ويكفي للثورة أنها قامت على أيدي شباب يعدون أمل العراقيين في صناعة حياة أفضل